اثابكم الله وكل ضيق مخرج وكل بلاء عافية اللهم اقضي عنا الدين اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر أخي في الله ليس البكاء يقدم ما أخر الله أو يؤخر ما قدم الله البكاء لا يجدي لك شيئا عليك أن تتوكل على الله وأن تحسن الظن بالله فإن الله عند حسن ظن عبده به إياك أتيأس أو تقنط من روح الله ورحمة الله بالتوكل على الحي القيوم وتوكل على أرحم الراحمين واسأل الله أن يمدك بالعون والتوفيق والسداد وأن يفتح عليك أبواب الفرج دخل عليه الصلاة والسلام المسجد يوما فرأى أبا أمامة فقال يا أبا أمامة ما أجلسك في المسجد في وقت ليس بوقت صلاة ما أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة قال يا رسول الله هموم غلبتني وديون ركبتني فقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلك على كلمات إذا قلت هن أذهب الله همك وقضى دينك قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخر وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال كلمات طيبات مباركات ودعوات ومستجابات بإذن الله جل جلال فما من عبد يقولها مؤمنا بها معتقدا لمعناها إلا جعل الله له فرجا ومخرجا قال أبو أمامة فقلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني اللهم إني أعوذ بك من الهم الهم الشيء الذي تحمله لما يكون أعوذ بك من الهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والحزن يكون لما وقع وحصل فجمع لك بين الأمرين في همك فيما مضى وفيما هو مستقل وأمرك أن تستعيد بالله اللهم أياء الله أعوذ بك من الهم فإن الإنسان ضعيف وتتكالب عليه هموم الدنيا فما خرج من هم إلا وقع في غيره ولا نجا من كربة إلا أحاطت به غيرها لقد خلقنا الإنسان في كبد ولكن لا يبدل الهموم ولا يزيل الهموم إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة وننو أخي في الله أراد الله بك خيرا إذا ابتلاك وألهمك الصبر على البلوى أراد الله بك خيرا إذا ابتلاك فانكسر قلبك لبولاك أراد الله بك خيرا إذا جعلت الله نصب عينيك فبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه همومك وغمومك ولسان حالك يقول يا ربي إلى من تكلني إلى ضعيف يتجههمني أم إلى عدو ملكته أمري ولسان حالك يقول يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه أبث إليك الشكوى وألتجو إليك يا من جل وعلا جسان حالك يقول اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب وأزلت الهم عن النون وكشفت الضر عن العباد وأزلت البلاء عنهم أزل عني همي واكشف عني غمي ولا تجعلني أشقى عبادك إليك عندك اللهم لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي أكثر من دعائه وتذرع إليه فإنه والله ثم والله أرحم بك من نفسك بنفسك التي بين جمعيك وإنك إن بثتها كلمات من قلب مؤمن بالله موقن في الله فإن الله لا يخيبك إن العبد إذا دعاه واعتصم بالله والتجاه وصدق في دعائه والتجاه تفتحت أبواب السماوات إذا دع الله صادقا من قلبه وقد أحاطت به همومه في جسده من سقم في الجسد أو مرض أو ألم فأعياه الأطباء وكثر عليه وعظم عليه البلاء أو عظم عليه بلاؤه في البنات والأبناء وأصبح كلما ضحك أبكاه همه وأبكاه غمه وأحزنه وأقلقه إن العبد إذا وصل إلى هذا الحال وتوجه إلى الكبير المتعال بصدق ويقين فإن هذا هو المقصود من البلاء المقصود من البلاء الفرار من الله إلى الله مقصود من البلاء أن يبث العبد إلى ربه الشكوى وأن يلتجأ إلى الله جل وعلا وأن يتذكر عظمة الله إذا عظم عليك الدين فتذكر الله جل جلاله الذي هو أعظم من الدين ومن كل شيء وإذا عظم عليك الهم في أولادك وبناتك وزوجك وأهلك فتذكر أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن الله حليم وأن الله رحيم فقل يا رب أنت ترى حالي وتعلم ضعفي وتعلم فقري يا ربي إليك التجأت يا ربي إليك اشتقيت يا ربي إليك بك استعنت وعليك توكلت وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وآمنت بك وأسلمت إليك إذا قلت هذه الكلمات فتحت لها أبواب السماوات وإذا صدعت بهذه الدعوات فإنك حري بتفريج الكربات وتسهيل المهمات إن الله إذا تأذن بالفرج جاءك من حيث لا تحتسب وإنه ما من عبد تضيق به الأرض بما رحبت خاصة إذا خذلك الناس وخاصة إذا تولى عنك القريب والحبيب وخاصة إذا كنت تثق في أحد فخذلك وإذا كنت ترجو أحدا بعد الله فأهانك وأذلك عندها تعلم أن الله يريدك أن تلتجأ إليك أسعد الناس في الدنيا من وجه وجهه إلى الله أسعد الناس في الدنيا من أسلم قلبه لله ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن أي موقن بأن الفرج من الله إذا أذلك الناس علمت أنه ليس بيدهم عزة ولا ذلة وإذا أهانك الناس وأنت تطلب منهم أن يعينوك ويساعدوك فاعلم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرقا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وإذا اشتد عليك البلاء وعظم منك عليك العناء من زوجة ومن أهل ومن ولد ومن أخ ومن أخت ومن أصدقاء ومن أقرباء وإذا عظمت أذية الناس لك وامتهانهم لك فاعلم أن لك ربا لا يخيبك وأن لك ربا هو منتهى الشكوى وأن لك ربا يسمع السر وأخفى وأن لك ربا يرحمك ويحبك ويحب أن تناديه وتلتجئ إليه وتدعوه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ذكر الله البلاء أن أيوب فقال سبحانه أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ناداه وقد عظمت شكواه وعظم بلاؤه وعظم ضره فنادى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته قال أني مسني الضر الحال والشأن أني مسني الضر ولكن أنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهلا ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين قال بعض العلماء ذكرى للعابدين أي أن أيوب دعا ربه بيقين فإن الله يستجيب لكل من أصيب ببلاء فدعاه بيقين ذكرى هذه الذكرى تتذكرها في كل بلاء وفي كل خطم وكر في أهلك ومالك وولدك تكون ذي رغد من العيش وأنت آمن في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك فلا تلبث أن شاء الله بلاءك فنزلت بك المصائب وحلت بك المتاعب فأحاطت بك الديون من كل جانب وأصبحت بعد رغد العيش في ضيقه وفي صلوبته فالبنت تشتكي والابن يشتكي وتصبح في هم وغم وكر ويأتيك ظلع الدين وهم الدين والمغرم والمأثم فعندها تضيق بك الأرض بما رحبت لكن لا يوسلها إلا يقينك بالله جل جلاله ولا يبدد هذه الهموم ويذهبها إلا يقينك بأن الله أرحم بك من نفسك التي بين جنبك يا هذا إن صدقت مع الله صدقك من هذا الذي وقف بباب الله فطرده يا هذا إن صدقت مع الله صدقك من هذا الذي وقف بباب الله فطرده حاشا من هذا الذي صدق مع الله فخيبه حاشا ما وجدناه إلا حليما رحيما ما وجدناه إلا كريما عظيما يفتح لك أبواب الفرج من حيث تحتسب من حيث لا تحتسب وما من عبد يدعو في كر ويصدق مع الرب إلا أعطاه الله إحدى الحسنين إن كان العلم سبحانه أن كربه يفرج وإذا علم سبحانه أنه سيأخر عن الفرج رزقه اليقين والإيمان والتسليم حتى إن البلاء يعود عليه نعمة وسرورة جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل إذا كنت واثقا بالله وناديته وناديته صادقا مؤمنا متوكنا عليه إما أن يفرج كربك وإما أن يفرج عليك من الصبر واليقين حتى يصبح العذاب لك رحمة وتعلو درجتك ويعظم أجلك ويغفر ذنبك ويقضى دينك ويبدد همك وحزنك ولذلك في البلاء وفي الشدة والعناء سرور بمناجاة الله لا يعدله سرور ما أسعدها من لحظات وما أسعدها من ساعات طيبات مباركات إذا خلوت بربك وبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه أحزانك وبثت إليه ما تجده من الكرب ومن الهم والغم فسألته وناجيته ودعوته ووثقت به سبحانه وتعالى أسعد الناس من جعل شكواه إلى الله ولم يشتكي الله إلى خلقه أسعد الناس من جعل يقينه بالله ولم يجعل يقينه بزيد وعمر تصور لو أن رجلا يحب رجلا فجاء يشتكي إليه في دينه فقال له لأكلمن فلانا الغني يقضي دينك الساعة وهو صادق أنه لو كلم الغني لقضى له ذلك الغني دينه في حينه ولا يعجز الغني شيء تصور لو قال لك صاحبك سأكلم لك فلانا الغني الثري ودينك شيء يسير عند هذا الغني الثري وأنت تعلم أن الحاجة ستقضى كيف سيكون يقينك بقضاء دينك وتفريجك فما بالك بملك الملوك ومن بيده خزائن السماوات والأرض ما بالك بالكريم الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة اللهم اجعل فقرنا إليك وغناك واجعل غنانا بك كن غنيا بالله كن واثقا مع الله إن انصراف الناس عنك نعمة من الله أريد أن يصرفك إليه المخذول من ينصرف عن الله إلى غير الله المخذول من يتعلق بالناس من يتعلق بالناس ويحس أن كروب كلما أصابه ضر أو اشتدت عليه شدة ذهب إلى فلان وعلان وانتهى أمره ولكن أنت تقرع الأبواب فلا تفتح لك وتسأل الناس فلا يعطوك وتأتي إلى الناس فيهينوك ويذلوك ولربما سبوك وشتموك وعابوك رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره وما يدريك أن هذا البلاء يعرفك بالله معرفة ليصبك بها هم ولا غم إن لابدت أسعد الناس من إذا قال يا رب استجاب الله دعاءه والله ليست السعادة في الأموال ولو كانت في الأموال لكان أسعد الناس طارون إذا به أشقى الناس والأرض وهو يتجلزل في الأرض فخصفنا به وبداره الأرض بس الله السلامة والعافية المال ليس هو السعادة وليست السعادة أنك إذا سألت الناس أعضوك وليست السعادة أنك إذا جئت إلى فلان وعلان تيسرت أمورك السعادة والفضل والزيادة أنك إذا قلت يا الله فتحت لك أبواب السماء وإذا قلت يا ربي واشتكيت إلى الله سمع الله دعاءك وفرج الله كربك إن من الناس من تعظم عليه البلايا ويعظم عليه الكرب والخطبة ويعرف فلان وعلان لم يشتك الله إلى أحد ومن الناس من يتيسر له أن يكلم فلانا الغني وفلانا الثري فيقول أستحي من الله أن يراني أسأل غيره فرضي بالله وأزل حاجته بالله وتعلق بالله وصدق مع الله فجعل الله له من أعين أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا هل رأيت ربك خذل عدا صدق معه في عبوديته لا والله وما هذا الذي قصه الله في كتابه قص الله في كتابه القصص لكي نفر منه إليه أسعد الناس إلى أصابته البلايا في ماله أن يقول أنا المقصر أنا المذنب أنا المسيء ما شكرت الله على نعمتي أنا الذي قصرته يا رب ما ذكرتك حق ذكرك ولا شكرتك حق شكري فضر لي تقصيري في شكر النعم فيعود على نفسي بالاستغفار والتوبة والإنابة فإذا بالضيق يتسع يتسع وإذا بالاستغفار رحمة يتبدل بها حزنه ويذهب بها غمه أسعد الناس من عرف الله في البلايا وإذا كان الناس الإنسان تحيط به الهموم والغموم ويعظم دينه وكربه فلا يزداد إلا تعلقا بغير الله والعياذ بالله ولا يزداد إلا شكوى إلى الناس والتجاء إلى فلان معلان فهذا من الخذلان والعياذ بالله هذا من الخذلان فأصيك ثم أصيك بالثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله وأن تكثر من الاستغفار وأن تعلم أن ما أصابك إنما هو بسبب الذنوب فتكره الشيطان ونفس الأمار بالسوء وتستغفر الله وتتفقد حالك هل ظلمت أحدا من المسلمين هل أكلت مال أحد هل انتهكت عرضا أحد هل سببت أخاك المسلم هل شتمتك فتتحلل من المظالم من المآثم من فعل ذلك صار البلاء خيرا له وصار البعد قربا له هذا هو الذي أصيك به أن تصدق مع الله وأن تلتفت إلى ما يصلح حالك مع الله عز وجل وأن تتحرس كل الحرس على أن يكون عندك يقين أن الفرج آتي إن مع العسل يسرى إن مع العسل يسرى ما أنزل الله عسلا على مؤمن إلا جعل معه يسرين فكن واثقا بالله عز وجل واعلم أنك إذا خفت من عواقب المستقبل وأضرار المستقبل وما يكون في المستقبل فإنه إذا حدثتك نفسك بهذا فاعلم أنه شيطان يقرأ قلبك الشيطان يعدكم الفقر الشيطان لا يعدك إلا كل شر وكل بلاء وكل ضر فكن مع الله ولا تبالي وكن صادقا مع الله التوبة والاستغفار واليقيم بالله بالفرج والأخذ بالأسباب وحسن الضر بأن الله سيفرج عنك من أعظم ما توصى به في هذا البلاء مع كثرة الدعاء في مظالم الإجابة كأقاة النداء وبين الأذان والإقامة وحال السجود والأسحاء وقد جرب بالأدعي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين مثل حديث بأمامة ذكر لي البعض أنه كان دينه قرابة مليون وذكرت له هذا الحديث فاتصل علي بعد ثلاثة أيام وهو ليس من أهل الغناء قال لي والله ما مكثت يوما إلا وقد فتح عليه باب الفرج فسددت المليون خلال يومين طرع على بالي هذا لكن منذ أن لزمت هذا يقول من أول مرة فهو رجل ليس بذاك التدين القوي كان على نية لك لما جاءت هذه الصدمة في ماله أي قضت ونبهت فقلت هذا الدعاء ما ثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الدين نعم لكن يحتاج إلى يقين يحتاج إلى قوة فصدق مع الله فصدق الرابع يومين يسدد بها المليون قال والله ما خطر لي على بال أنه هذا الشيء الذي سدد به ديني يأتيك الفرج من حيث لا تحتسب من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب فمن صدق مع الله صدق الله معه وإياك أن تستعظم شيئا على الله الله أكبر أي أعظم من كل شيء والله أكبر كبير على كل هم وكل غم وكل كرب فيما بيننا وبين بقاء الله حتى نبقى الله وهو راضي عنا اللهم بدد همومنا ونفس همومنا كروبنا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نستنصر بكفى الصرنا ونستعين بكفى عنا اللهم لا تخذلنا اللهم لا تخذلنا اللهم اجعل لنا من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بارك أرزاقنا وبارك أموالنا وأولادنا وبأك لنا في كل ما رزقتنا وأعطيتنا اللهم إنا نسألك أن تجعل الخير لنا في أمورنا كلها عاجلها وعاجلها ما علمنا منها وما لم نعلم نشكو إليك غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نشكو إليك فقرنا اللهم إنا نشكو إليك فقرنا فاغننا من واشع فضلك يا ذا الفضل العظيم اللهم اجعل فقرنا إليك وغنانا بك اللهم اقضي عنا الدين وغننا من الفقر اللهم اقضي عنا الدين وغننا من الفقر اللهم اقضي عنا الدين وغننا من الفقر واجعل ما وهبتنا عونا لنا على قاعتك ومحبتك ومرضاتك يا حيو يا قيوم اللهم اغثر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا وصوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وتولانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمها رحمة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتصلح بها فسادنا وتسجد بها ويجاجنا وتقوم بها سبيلنا رحمة تثينا بها إلى رحماتك العظيمة للدنيا والآخرة رحمة تفتح بها علينا أبواب فضلك العظيم يا أرحم الراحمين يا حليم يا رحيم يا كريم رحمة تحل بها علينا جوانع الرضا وتجعل مآلنا إلى الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم لا إله إلا أنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم ترجمة نانسي قنقر